نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول استبعاد عدد من الطلاب المصريين من دخول كلية طب قصر العيني نتيجة قابول أعداد كبيرة من طلاب الوفدين وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت الوزارة على أن عدد الطلاب الوفدين المقبولين من الجنسيات العربية والأجنبية لا يؤثر على العدد المقارر قابوله من طلاب المصريين في أي من الجامعات الحكومية مشيرة إلى أن تنسيق طلاب المصريين من خريجي الثانوية العامة أو الشهادات العربية والأجنبية يتم وفق قواعد المجلس الأعلى للجامعات أما تنسيق الطلاب الوفدين فهو مستقل تماما عن تنسيق طلاب المصريين